اشتركوا في القناة جهود الوطنية لتصدي لفيروس كورونا التي اثمرت بحمد الله تعالى نجاحات كبيرة جعلت البحرين نموذجا عالميا يحتذا في مواجهة الجائحة واكسبتها اشادات دولية واسعة واكد المجلس ان هذا التكريم الدولي المستحق لا يبعث على الفخر والاعتزاز لدى الجميع ويأتي تتويجا للمسيرة المباركة لسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة هذا الوطن العزيز بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كما يعكس بوضوح تقدير العالم ومنظماته للجهود المخلصة والانجازات المتواصلة التي سطرها فريق البحرين بقيادة سموه بروح الفريق الواحد وبعزم على تحويل التحديات الى فرص تحقق مكتسبات جديدة تضاف الى المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها ويقودها العاهل المفدى ايده الله جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها ما يلزم ترجمة نانسي قنقر